قدم بابا الفاتيكان بين ديكتوس السادس عشر اعتدارا عن الاعتداءات الجنسية على الاطفال وسوء معاملتهم على ايدي قساوسة في الكنائس الكاثوليكية في ايرلندا الا ان مراسل بي بي سي لشؤون الفاتيكان قال ان رسالة البابا اقتصرت على ما حدث في ايرلندا دون المانيا وهولندا هذه هي الرسالة التي انتظرها اهالي الضحايا طويلا من الكنيسة التي كانوا يعتقدون انها الملاذ الامن لاطفالهم ولطالما كان الفاتيكان يتردد في الحديث عن قضايا الاعتداء الجنسي الا ان عددها وصل الى حد لم يعد بالامكان تبرير السكوت عنه هذه وثيقة في غاية الاهمية كما انها موجهة من الباب شخصيا واستخدم فيها عبارات قوية علينا قراءتها بانتباه على سبيل المثال في الفقر الاولى يقول انني اشاطركم مشاعر الفزع والخذلان التي انتابتكم حيال هذه التصرفات الاجرادية وطريقة تعامل الكنيسة في ارلندا معها رسالة البابا بندكتوس غير مسبوقة ففي شقها الموجه الى الضحايا يقول لقد مررتم بمعاناة مؤلمة وانا حقا اسف لذلك ويقر البابا باخفاق الكنيسة في التعامل مع هذه القضايا بالقول لقد تمت خيانة ثقتكم وامتهنت كرامتكم كلام رحب به الضحايا ولكنهم يقولون انه لا يكفي هو يلقي باللائم على الاساقف لانهم لم يتبعوا القانون الكنسي لكنه لم يقل شيئا على الاطلاق عن الحماية التي قدمها الاساقف لمرتكب هذه الاساءات هذا هو الامر الذي عرض الكثير من الاطفال للاعتداء لو ان الاساقف ابلغ الشرطة والسلطات المدنية بالامور التي كانوا يعرفون انها تحدث لادى ذلك الى انقاذ الكثير من الاطفال من الاعتداءات المروعة البابا لم يقل شيئا عن ذلك الكاردينال شون بريدي رئيس الاساقفة في ايرلندا والذي قرأ نص الرسالة في قداس يوم الاحد متهم بالتستر على قضية الاب برندن سميث اكبر قضية اعتداء في ايرلندا فلقد تبين ان الكاردينال كان على علم بشكاوى ضده في السبعينيات ولكنه لم يبلغ الشرطة الكاردينال لم يبدي استعدادا لتقديم استقالته واتباعه في الكنيسة ايضا لا يريدون ذلك وما اثار سخط اسر الضحايا ايضا هو ان البابا لم يتطرق لقضايا الاعتداء في بلدان اخرى كالمانيا وهولندا ويريدون للكنيسة ان تعترف بان التستر على هذه القضايا والتي يعود بعضها لاكثر من اربعين عاما قد تم بشكل منهجي ديمة حمدان بي بي سي